واحد كان عنده فيروس C وخد العلاج فبيرجع يقول لي انا كل ما اعمل التحليل الاقيه ايجابي برغم ان انا خدت العلاج وتعالجت ازاي بقى بص يا عم احنا لما نيجي نعمل سكرينينج نفحص اي حد كده لسه ما نعرفش عامنه اي حاجة بنعمل تحليل اسمه اجسام مضادة لفيروس C فلو طلع ايجابي فده بيقول انه تعرض للعدوى قبل كده سواء عدوى حالية او سابقة وتعالجت يعني الاجسام المضادة دي مش بتقول ان عندك فيروس حاليا هي بتقول انك انت تعرضت للفيروس قبل كده فاي حد بنلاقيه ايجابي بنعمل له بي سي ار البي سي ار لو طلع ايجابي يبقى كده الشخص عنده فيروس C اما لو شخص عملنا له بي سي ار وتلع ايجابي وخد العلاج فالمتابعة بعد كده بتكون بالبي سي ار مش بتحليل الاجسام المضادة الاجسام المضادة ممكن تستمر في جسمنا طول العمر فاي حد خد علاج فيروس C وعايز يتابع لازم يتابع بالبي سي ار مش بتحليل الاجسام المضادة بس كده شكرا لكم